السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كلكم بخير انا عارفة ان جبت عليكم كتير قوي لكن رجع لكم مفاجأة كبيرة جدا جت لنا جفتة حلوة جدا وهنعمل منها النودلز الكوري اللي انتوا شايفينها قدامكم دي دي نودلز الكوري بالصياسوس طعمها حلو قوي وغير اي نودلز بنجيبها من اي مكان تاني وهنشوف مع بعض جالنا ايه في الجفت التحفة دي اول حاجة بوكس جالي من zomerafood.com ده السايت بتاعهم بوكس انجلي سريع جدا للبوكس اللي جلنا ونشوف جوا ايه اول حاجة معايا سوشي نوري الورق اللي بنلف جواه مكونات السوشي كلها لو حد حابب طبعا يعمل كده وكمان النودلز الكوري الاصلية اللي طعمها غير اي نودلز تانية اللي بتكون بيزيك عادية جدا وبنحط عليها القطعمة والسويت تشالي سوس ده بيبقى حلو جدا وكمان الصياسوس ده اللايت وده كمان صياسوس الدارك ونشوف الفرق ما بينهم ايه وما بين كمان فيه نوع ثالث من الصياسوس وهقول لكم الفرقة من التلات انواع ايه ومهم جدا ان هما بيغلفوا اي ازاز بالتغليف ده وتلاتة نوع معانا من الصياسوس وهقول لكم استخدامه ايه كمان اه وكمان معانا الكوكونات ملك ده النوع الاولاني منه انه فيه نوعين ده من 17-18% ريتش اند كريمي وكل مكونات بتاعته موجودة وده اللي باقي معانا في البوكس معانا كمان الماتشا جرين تي ده ممتاز جدا وفوايده مكتوبة ممكن نعمل سيرش عليها حلوة اوي للكالوريز البرني كالوريز وللانيرجي ويعني هو ممتاز جدا الوليف هوايد رهيبة يعني ممكن نعمل سيرش كده بسيط عليه وهنعرف كل حاجة عنه وكوكونات ملك ده ده من 12-13% وكمان تاريخ الصلاحية يعني ممتد جدا والحاجة فريشة اوي ده النوعين من الكوكونات ملك لبن جوز الهند ومعانا ايه كمان في البوكس معانا سوصل سيراتشا سوصل سيراتشا ده حلو اوي هو بيجمع كده ما بين الحلاوة والسبيسي العالي اوي اوي فهو حلو جدا للناس بتحب السبيسي وبرضو مكونات موجودة كلها على الازازة تمام واخر حاجة في البوكس البريد كرامب استغطية ممتازة وانا عملت بيها وصفة الفيديو اللي جاي ما تخيلتش انها حلوة اوي كده للفراخ البانيه للجنبري لو عاديين تقلوه والخنوات مكتوبة كلها ورا تمام جي معادنا بقى مع البرومو كود اللي انتو شايفينه من اول الفيديو آية زيد تن اول ما تطلوب من زمرافود دوتكم اي حاجة هتاخدوا البرومو كود اللي هو عشرة في المية خاص من اي حاجة هتطلبوها واسبلكو كل التفاصيل تحت عنوان الفيديو في صندوق الوصف نيجي بقى الوصفة بتاعتنا واستخدم فيها نودلز زمرا عاملين فيها فكرة حلوة قوي يعني النوع ده في فكرة ممتازة عشان ما تستخدمش الكمية كلها وريهالكو لما افتحها دلوقتي بس عايزين نعرف الفرقة بين التال انواع من السويسوس اول نوع السويسوس الدورك ده بيستخدم في اي وصفة نعايزها غمقه زي وصفة النهاردة مثلا لو عايزين الوصفة تكون سويتا ساور هنحط معلقة كبيرة من العسل الابيض مش هتغمق اللون احنا مش عايزين اللون يغبق بس عايزين اللون اه طعم الحلو مع الحادق فبنحط عسل ابيض طب اللايت لو عايزينها للتدويلات للسلطات طب لو انا ما عنديش غير السويسوس اللايت بس عايزها غمقه بحط معلقة كبيرة من العسل اسود ومعي السويسوس الصغيرة دي بتجمع بقى ما بين الحلاوة والحدوقية اللي هي سويتا ساور يعني انا هاخد منها ربع كباية او خمس معالق كبار لما افتحها هاخد منها ربع كباية او خمس معالق كبار للوصفة بتاعتنا وهي بتجمع بقى ما بين الحاجتين ان هي غمقه وكمان فيها الطعم الحلو وطعمها كمان مستصاغ وحلو قوي في اي وصفة فيها سويسوس احنا كده عرفنا الفرق بين التات انواع من السويسوس لو حابين تجيبوا نوع واحد يعني ممكن تجيبوا اللايت بس وتحطوا عليه عسل اسود فما فيش اي مشكلة برضو ده براحتكم بس الازازة الصغنونة دي بقى هي الخطيرة حلوة جدا هاخد منها ربع كباية ومعايا كمان معلقة كبيرة من الكاتشب معلقة كبيرة من النشا وربع كباية مية ده السوس نيجي بقى اللا هيتحط على النار اول حاجة معلقة ملح صغيرة قوي لان هو اصلا الصغير السوس بملح ومعلقة صغيرة مليانة من التوم المفروم ومعلقة صغيرة برضو جنزبي المفروم ولو فرش ولو مفيش الفرش يبقى بودر بس الفرش طبعا ميطلع احلى كتير وبصلة متقطعة بالشكل ده كده وممكن طبعا ندخل الجزر فلفل الوان وفلفل اخضر وكل الخضر اللي احنا متحبه اول حاجة هعمل ايه هجيب مية مغلية او تكون دافية وبحط فيها النودلز بالكمية اللي انا عايزها هفتحها بالشكل ده كده واحلى حاجة فيها انها متقسمة بالشكل ده يعني ممكن احنا ناخد بس اتنين او تلاتة على حسب الكمية اللي احنا عايزينها وبعدين بنرجعها تاني زي ما هي بس كده احنا هناخد مثلا حوال تلاتة او اربعة على حسب طبعا الكمية اللي احنا عايزينها بالشكل ده كده وبنبتدي ان احنا نغطي البولة زي ما هنشوف دلوقتي حالا عشان بس تستوي انا مش هايزها تستوي قوي وهنجهز الصوص حقبال ما النودلز تستوي هنحط مع المية النشا وهنقلب كويس قوي لحد ما يدوب بالشكل ده كده تمام وبعدين بنحط الكاتشب ممكن طبعا استعنا عنه لو انتو بش حبين الوصفة تكون مسكرة زيادة وبعد كده بنحط الصياص بالشكل ده كده وبنقلب طيب انا عايزة اللون يبقى غامق اكتر من كده شوية هحط الصوص الدارك هحط بينه حوالي معلقة كبيرة او معلقتين طبعا زي ما انا عايزة ممكن ادوق الصوص لو حاس ان انا محتاجة انه يكون في ملح ممكن احط فيه لو حاس ان هو تمام وهيبقى يزبط بعدين لما يتحط على النار يبقى خلاص انا هحط معلقتين بالشكل ده كده عشان انا عايزة بس اللون اغمق شوية زي ما احنا شايفين كده وابتدي اقلب لحد ما كله يتجنس مع بعضه دلوقتي خلاص النادلز استوت زي ما انا عايزة مش عايزة هتبقى اكتر من كده تمام هصفيها من المياه دي كلها وهرجى عليكو تاني بعد ما صفيناها بالشكل ده هجيب واك او اي حاجة على النار بمعلقة كبيرة من الزيت واحط عليها التوم المفروم وهقلبهم كويس مع بعض وما استنياش لحد ملتوم يتحرق لان هو بياخد لهم بسرعة قوي بحط الجنزبيل كمان مع بعض كده الاثنين وبقلبهم بالشكل ده كده وبعدين بحط البصل واي خضار انا حبه معاه النودلز دي حلو قوي معاها الخضار بحطه جزر بيبقى لطيف جدا والتقطيع اللي انتو حبينها برضو مفيش اي حاجة ثابتة يعني بعد ما قلبت كده وحاسيت ان البصل يعني دبل شوية بحط السوس بتاعي كله بالشكل ده كده طبعا انتو لو عايزين تزودوا كمية السوس دي حاجة ترجعلكو بس انا شايف ان ده مناسب جدا لكمية النودلز اللي انا حطوها بقلب بس لحد ما ياخد غلوة بسيطة وانتو هتشوفوا معايا هو ازاي بيتقل شوية بسيطة قوي يعني ما بيقاش تقيل جدا لا هو بيمسك نفسه بس شوية زي ما احنا شايفين هو كان مية وابتدى انه يبقى ليه قوام بنفضل نقلب كده او شايفين بقى ليه قوام ازاي بعد ما غيري اول غلوة كده يعني حاجة بسيطة اول غلوة يعني غلوة بسيطة ما يسيبوش يغلي كتير احط بقى النودلز اللي انا صفتها كويس قوي من المية واحنا بنقلب كده هقول لكم بقى البرومو كود والمفاجأة اللي انا جايبها لكم اول ما تطلبوا اي حاجة من زمرافود.com بس هتقول لهم او هتكتبوا لهم البرومو كود بتاعي اللي هو وقاية زدتا هيبقى عندكم على طول خصم عشرة في المية على اي حاجة هتطلبوها وده عشان بس الغيابة الكبير ده قلت ارجعلكم بمفاجأة زي كده وهتطبستوا جدا بعد ما قلبنا كل حاجة وكل السوس في النودلز خلاص هنطفي عليها بقى وهقدمها لكم ونشوفها في الاخرى تكون عاملة ازاي بعد ما قدمناها رشية رشية سمسم بسيطة جدا لو مش موجودة مفيش مشكلة بس هاي للتازين وبتدي طعم حلو قوي كمان ما تنسوش البرومو كود بتاعي اول ما تطلبوا من زمرافود.com 10% على اي حاجة تطلبوها وعايز اقولكو كمان ان النادلز دي غير الاندومي اللي بتتبع برا هي اسمك وطعمها باين في قوي لو عاجتكو الوصفة تنسوش تقولي رأيكو ايه لايك وسبسكرايب وشير وبيبا